بسم الله الرحمن الرحيم السلام علي الحسين السلام على علي بن حسين السلام على ولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين سلام الله عليك شيديا يا ب Käب عبد الله سلام الله الكامل التام الشامل يوم أولدته ومعشته في هذه الدنيا الدنيا ويوم أنت مراتك الشهادة العظيمة التي ننتهى في العاش بمحرم الحرام عام 1961 من الهجرة ليثلت تحق بالرفيق العلا و تكون فيها على عبليين و بهذه الفاجعة الأليمة نعزي مراجع الدين العظام والمؤمنين كافة بهذا المصاب الجل ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون من المعزين لأهل بيته بهذا المصاب طبعا ذكرته في الحلقة السابقة لما وصل الخبر لمراد الحسين عليه السلام طبعا هذه دروس الثبات التي نستقيها من عاش وراء أن إمام الحسين عليه السلام أرسل مسلم عقيد أرسل ابن عمه مسلم عقيد وأرسل بعد مسلم سلام الله عليه أرسل قيس بن أمم سهر صيداب رضا الله عليه وبعدهم أرسل حسين عبد الله بن يقطر ثم أنه كما أسلفت هؤلاء الثلاثة سلام الله عليهم كان لهم الثبات في الولاء لأهل بيت وكان لهم الثبات في الولاء لإمام الحسين إمام زمانهم الإمام الحسين عليه السلام بحيث أن الأممويين لم يعلموا شيء عن الحسين وعن مسير الحسين إلا بعد أن أخرجوا الحسين ومن بعدهم أخرجوا الحر وبعد أن عنموا بأن الحسين قد توجه الكوفة فأرادوا أن يستعلموا لكن لم يحصلوا عليه شيء ولكن بدأت أخبار يعني لم يحصلوا عليه شيء من هؤلاء الرسل الثلاثة والله عليهم لثباتهم وشدة رباطة جأشهم وقوتهم في الثبات على عدم إجابة هؤلاء اللعناء الذين أرادوا أن يحصلوا منهم قدر إمكان يعني ما يحصلون عليه ليقاف الحسين على المسيح لكن لم يحصل على ذلك ولذلك لما أرسل إمام الحسين عليه السلام عبد الله بن يقطر جاء خبر مقتله فبدأ الحسين عليه السلام يعني يتلو خطابات مباركة على الذين رافقوها طبعا كثروا إلاك الذين رافقوا إمام الحسين عليه السلام فبدأ إمام الحسين عليه السلام يخبر نياتهم وبعدا وصلت إليه هذه الأخبار وأسلفت لعله في الحلقة السابقة مقولة إمام الحسين والاختيار الذي وضعه أمامهم فماذا يقول المؤرخون طبعا إمام الحسين ذكر بأنه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإنه قد أتانا خبر فضيع قتل المسلمين عقيل وهان بن عروه وعبد الله بن يقطر وقد خذلنا هذه طبعا شيعتنا وخذلنا شيعتنا فمن أحب منكم الانصرافة لينصرف من غير الحارجين وليس معه ذمام يقول بهذه اللحظة المؤرخون المؤرخون عفوا تفرق الناس عنه يمين وشمال لعله أنا ذكر سابقا لاحظوا ماذا يقول المؤرخون يقولون بهذه اللحظات تفرق الناس عن إمام الحسين عليه السلام وأخذوا يمين وشمال من هؤلاء هؤلاء الذين جاءوا معه إمام الحسين من المدينة إلى مكة ثم الذين رافقوه حتى بقي في أصحابه الذين جاءوا معه من المدينة ونفر يسير ممن ضموا إليه يقول وإنما فعل ذلك لأنه علم إمام الحسين فعل ذلك وخيرهم بالمضي معه أو الصلاف لأنه علم عليه السلام أن الأعراب الذين انتبعوه إنما اتبعوه من الظنون أنه يأتي بلدا قد استقامت له طاعة أهله بمعنى شنو يعني الآن تصوروا بمعنى آخر الحسين ذهب للحكم وما سيغدقه عليهم هكذا كان تفكيرهم لأنه سلام الله على إمامنا عليه السلام علم أن الأعراب الذين اتبعوه إنما اتبعوهم يظنون أنه يأتي بلدا قد استقامت له طاعة أهله فكره عفوا أن يسير معه إلا وهم يعلمون على ما يقدمون بينهم الحسين بأنه ذهب إلى الشهادة فراد أن يضعهم بهذه الصورة فلما كان السحر أمر أصحابه فاستقوا ماء وأكثروا وأكثروا ثم ساروا هنا طبعا سيكون لنا موقف عن الشخصية التي ذكرتها في الحلقة السابقة وأقول سأذكرها بهذه الحلقة وهو الشخصية الحر بن يزيد الرياح رضا الله عليه طبعا الحر أرسل على رأس ألف فارس ليجعجع بالحسين يجعجع يعني يعني يطوق الحسين ويحول بينه وبين المجيء الكوفر طبعا الحر يعتبر من فرسان وشجعان الكوفر فلذلك لما يعني رأوا كأنه أصحاب الجمهور الحسين عليه السلام رأوا كأنه أشباحنا مقبلة مسافات بعيدة وظنها بعضهم أشباح نخيل القسم منهم قالوا هذا هذه يعني أشباح نخيل التي نرىها الآن من البعد ولكن الذي شاهدوه لم يكن أشجار نخيل لأن هناك من قال بين هذه المنطقة ليس فيها نخيل المنطقة بذاتة التي كانوا فيها ولكنها جيوش زاحفة إشارة إلى من إشارة لي مقدم الحر مع مئات الفرسان الذين معهم وطبعا الحر مع ألف فارس من جند بن زياد بقيادة حر بن يزيد الرياح أرسلها بن زياد لتقطع الطريق على الحسين وتسيره كما يريد ماذا كان الهدف من ذلك؟ ماذا كان الهدف من إرسال الحر بن يزيد الرياح معه ألف فارس الحر أراد أن يوقف الحسين ويحول بينه وبين المجيء إلى الكوفة فلما صارت هناك محادثات بينه وبين الإمام الحسين عليه السلام وهكذا أن الإمام الحسين وقف بهم كأنه لم يصلوا إلى نتيجة من هذه المحادثات أو من الجدال الذي حصل مقبلهم تجاه إمام الحسين عليه السلام لذلك إمام الحسين عليه السلام وقف خطيبا بينهم أيها الناس أني لم آتكم حتى آتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم أن أقدم علينا فأنه ليس لنا إمام هذه التي ذكرتها بأن أهل الكوفة العراق جزاهم الله خير وأفر الجزاء أرسل الإمام الحسين عليه السلام أن أقدم إلينا فأنه ليس لنا إمام لعل الله نجمعنا بك على الهدى والحقي فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم فعطوني ما أطمئنوا إليه من عهودكم واثيقكم وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدم كارهين أنصرفتم عنكم إلى المكان الذي جئت منه إليكم طبعا سكت القوم فقال الحر أتريد أن تصلي بأصحابك شوف أخواني لاحظوا كيف إمام الحسين تعامل مع هؤلاء بالرغم من أنه جاء وجعجعوا بإمام الحسين وحاولوا بينه بين الذهاب الكوفة أو الرجوع إلى الحجاز لكن لاحظوا رحمة إمام الحسين عليه السلام يقول الحر أتريد أن تصلي بأصحابك لاحظوا جواب الحر أن الحر لديه هناك حقيقة يعني بعض البواعث التي كانت في نفسيته أثرت بعد ذلك لتوبته أو أثرت في توبته ومن هذا الموقف الحسين عليه السلام يقول للحر أتريد أن تصلي بأصحابك قال لا ماذا أجاب الحسين بل تصلي أنت ونصلي بصلاتك وصلى بهم الحسين عليه السلام إذن هم يصلون هؤلاء كلهم اهتموا بالحسين عليه السلام وبعدا صلى الإمام بهم العصر خاطبهم أما بعد فإنكم أن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهلي تكونوا أرضى الله أرضى لله عنكم ونحن أهل بيت محمد وأولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائلين فيكم بالجور والعدوان يقارن الإمام الحسين بينه وبيننا أولئك الذين في الحكم وما اتصفوا به من الجور والعدوان وإن أبيتم إلا الكراهية لنا والجهل بحقنا وكان رأيكم الآن غير ما أتتني به كتبكم وقدمت به علي رسلكم وانصرفت عنكم ماذا قال له الحر؟ قال أنا والله ما أدري ما هذا الكتب الرسل التي تذكر فقال الحسنين عليه السلام لبعض أصحابه يا عقب بن سمعان كان مع الحسنين عليه السلام أخرج الخرجين الذين فيهما كتبوهم إلي فأخرج خرجين مملؤين صحفا فنثرت بين يديه فقال الحر أننا لسنا من هؤلاء نحن لسنا من هؤلاء الذين أرسلنا أرسلك هذه الرسائل الذين كتبوا نحن لسنا من هؤلاء أننا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك وقد أمرنا إذا نحن لقيناك أن لا نفارقك حتى نقدمك الكوفة على عبيد الله بس علي فقر أذكره قال أجابه الحر قال المان الحسنين عليه السلام نحن لسنا من هؤلاء الذين كتبوا لك هذا الرسائل ولكن جئنا بأمر لا نفارقك حتى نقدمك الكوفة على عبيد الله فقال الحسنين عليه السلام الموت أدنى لك من ذلك يقول الحر ثم قال لأصحابه قموا فاركبوا لاحظ أخواني هذه التفاصيل وما مر به أهل البيت عنهم أفضل الصلاة السلام وما مر به أصحابه وما مر به أصحابه الذين رافقوا الحسنين عليه السلام فاركبوا وانتظروا حتى ركبت نساؤهم فقال لأصحابه انصرفوا المام الحسنين عليه السلام يعني انصرفوا أي مضوف المسير فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم بين الأصراف حال الحر والجيش الذي معه حال بين الحسنين عليه السلام وركبه من الأصراف فقال الحسنين عليه السلام الحر فكلتك أمك ما تريد هكذا وجه المحسن كلامه للحر شوف أخواني ماذا قال له الحر قال أمله غيرك من العرب يقولها لي وهو على مثل حالة أنت عليها ما تركت ذكر أمه بالثكن كان من كان قال هذا اللي يقول لي هذا الكلام ما أتأرد لها بالمقاب نفس الكلام ولكن والله والكامل الحر ولكن والله ما لي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما نقدر عليه وفعلا أنا ذكرت قبل قليل أن هناك حقيقة لمسات بالحر سعادته في أن يتوب في آخر رمو إن شاء الله نقف مع هذه الشخصية وربطنا بهذا الموقف العاشف وراء إن شاء الله أن الإنسان لا يصنع الشيطان معه السدود بعيث يمنعه من التوبة الحر وما فعله بحسين وهذه التفاصيل بالنتيجة يقول أقول عفوان لما خرجتم من الكوفة سمعت هاتفا لما خرجت حرب الحسين سمعت يقول هنيا لك الجنة يا حر يقول فقلت وين الحر أن يخرج لقتال من رسول الله وبشر بالجنة هذا طبعا كان أساس بي لما حصل بعد ذلك وتوبته وخلوده مع الحسين وآخر دعمان الحمد لله رب العالمين السلام علي الحسين وعلى إبن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نساء الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة اهتمام الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة أنه ولي والتفيق ونعم الموجيب وآخر دعمان الحمد لله رب العالمين اللهم صلى على محمد وآله محمد ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة